في هذا الفيديو انا هجاوب على اسئلة الناس اللي بتقول هل نشتري بيت دلوقتي ولا نستنى? في ناس بتقول لا استنوا لان اسعار البيت هتنزل فاي تقدر تشتري بيت افضل يعني السعر افضل كمان شوية. ناس تانية بتقول لا 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 ما تحط شروطك دلوقتي في فيه اخبار انه هيحصل لها انهيار وبالتالي قيمة البيت اللي هتشتريه هي يتهبت في الارض فما تشتريش دلوقتي. بصوا يا جماعة انا هجاوب لكم على السؤال ده من المعلومات اللي هي موجودة في السؤال. خدوا بالكو انا مش ريال استيت ايجنت. انا مش بشتغل في ريال استيت. انا بجيب لكم المعلومات من الاخبار الموجودة من 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 حاجات دي كلها فبقرها وبجمعها لك واقول لك بتاعتها. ممكن احط لك التحليل بتاعي. لكن انت مسؤول ان انت تاخد المعلومات دي وتبحث ورايا وتدور. تروح تسأل تروح تفقى شركات اقراض تعمل بحثك بتاخد القرار بناء على كلامك. يعني اللي انت وصلت له. القناة دي حكايات من الولاد معمولة عشان تعرفك الاخبار لحاجات اللي بتجرى حواليه ترد على اسئلتك بس ده مجرد ايه? يعني تمشي فيه بس انت في الاخر تاخد قرارك. فاعملوا بقى في القناة. القناة دي حتمية للناس اللي ما بتبحش وما تدورش. عايزة تجيلها الاخبار فانا بنقلكو الاخبار. في انباء عن ان في ماركت كراش هيحصل. ان سوق العقارات حينهبت حينهار انهيار شديد. فيه الناس بتقول حيبقى الانهيار الاكبر في تاريخ العقارات. فيه ناس تانية بتقول يا جماعة مش الدارة جادي. هيبقى بس الانهيار في ايه يعني بالنسبة للعشر سنين اللي فات. وفيه ناس بتقول لا ولا فيه انهيار ولا اي حاجة خلص انتوا يابيني الكلام ده منين. فتعالوا اقول لكم الاخبار والارقام وانت تاخد قرارك. المفروض ان التقارير نزلت التقارير اللي نزل بتاع شهر سبتمبر نزل الاكتوبر طبعا لسه خالص فلسه التقارير بتاعته ما اتعملتش. لكن شهر سبتمبر التقارير بين ايدينا. المفروض ان السوق بيبقى بيشتغل على ايه? عرض وطلب. فلما العرض يبقى قليل قوي والطلبات كتير كتير. الاسعار بتبتعلى. والعكس بيحصل لما ايه العرض يزيل والطلبات ايه? حسب اللي موجود دوقتي التقارير قالوا لنا ان اه اسعار البيوت نفنت سبعة في المية. بالمتوسط في امريكا كلها. انتو عارفين السنة اللي فات كان السعر ايه? طلع في السمكة. اه فنزل دلوقتي سبعة في المية. اسعار. لكن لسه ما وصلتش للي كانت عليه قبل ما ايه مالجنان يحصل بتاع السنة اللي فاتت. فهي نزلت بس سبعة في المية. ولكن الطلبات اللي بتتقدم اللي بتتقدم للناس على الناس بتقدمها عشان تشتري البيوت قلت بنسبة اتنين واربعين في المية. ده معناه جالي لان سعر الفايدة زاد. انتو عارفين عاملين تزودوا اسعار الفايدة دلوقتي سعر الفايدة على البيوت فوق السبعة في المية. طبعا مضاقة توصل تمانية وتسعة. فطبعا كل ده هيخلي الناس تقولك لأ ده انا يعني ادفع عشرة في المية مسلا من سعر البيت آآ يعني لا ده جنان. فايه ده ده تريند. وعشان كده الناس قدرتها على الشراء اللي اتلاقيت كمان ان الحكومة ماشية انحنا نخلينها على كساد وانا عملت الحلقة عنه عمل يزود في الارقام في وبالتالي المرتبات بتاعت الناس هتقل كوى الشرائية اللي في الناس هتقل المرتبات اللي يعني آآ هتقل الناس كتير هتفقد اشغالها فقدرة الناس هما يشتروا بيوت هتقل. طيب حتى لدرجة ان فيه الناس بقتصيب ولايات وتروح ولايات تانية او مدن تانية علشان تجلاقي ايه البيوت في حدود الايه المبلغ اللي معيهم. كمان بيقول لك ان المبيعات اللي في البيوت اللي موجودة دلوقتي قلت بالنسبة 20 في المية عن ما كانت عليه السنة اللي فاتت. يعني قلت 42% عن السنة اللي فاتت. والمبيعات قلت او 22% عن السنة اللي فاتت. اوكي? طيب. المصروض ان ايه بقى? انه علشان يحصل کده والدنيا تتهبت في الارض لازم يبقى كتير قوي البيوت المعروضة كتير قوي. والدماند يبقى ايه قليه الناس مش عايزة تشتري بيوت فإحنا دلوقتي اللي فاهمينه ان البيوت اللي بقت تضطرح في السوق زادت 37% عن ما كانت عريق كل ده عن السنة اللي فاتت والطلبات على الشراء قلت بنفبت 30% فقوة ايه اهو الطلب عمال يقل والإنفنتوري عمالة تفي الحقيقة الكلام ده حصل سنة 2008 الناس اللي كانت عايشة هنا تفتكر احنا برضو اشترينا بيت في الفترة المجنونة زي اللي حصل ان نفعتها كانت برضو حصلت ماركت يعني بوم رهيب والناس بدأت تشتري بيوت تشتري بيوت والاسعار كانت عالية قوي وبعد كده الاسعار نزلت اتهبدت في الارض تقريبا بيقولو كام 33% 33% يعني تخيل انت تشتري بيت بمليون دولار بعد ما فيش كذا شهر كده يوصل يبقى بـ 170 دولار مثلا ولا حاجة يعني هبدل البيت بتاعت فلوس كتير بتروح فده اللي حصل سنة 2008 هل هيحصل زيه دلوقتي لغاية دلوقتي بيقولو لا مش هيحصل كده لان لغاية دلوقتي الطلبات ايه لسه في ناس عايزة تشتري في طلب في طلب وبيتقدم والبيوت المطروحة للبيع مش كتير قوي مش زي ما كانت سنة 2008 لغاية دلوقتي المؤشرات ما بتقولش نحنا دخلين على المنحضر الشديد ده بس خدوا بالك برضو السعر الفايدة بيزيد بشكل مجنون يعني هو دلوقتي فوق السبعة في المية من شهرين بس كان ستة في المية السالة اللي فاتت كان تلاتة في المية اقل من تلاتة في المية كمان فشوفوا النقطة بقت عاملة ازاي المهم بقى ان سنة 2008 لما الماركت تهبت كده مرة واحدة ناس كتير ما قدرتش تدفع الفلوس بتاعت البيوت المورججز بتاعتها وحصل فيه بيقولوا كان فيه اتنين فاصل تسعة مليون تلاتة مليون بيت او اسرة مش قادرين انهم يدفعوا الفلوس بتاعتهم وحصل فلكلوجر طب هل الارقام دي موجودة دلوقتي لا الارقام دي مش موجودة السنة اللي فاتت كل الفلكلوجر اللي حصلت كانت مية واحد وخمسين الف من ثلاثة مليون من سنة 2008 هم نتكلم مية واحد وخمسين الف السنة دي اتنين وعشرين الفلكلوجر ميتين الف بس فبرضو الارقام ايه يعني لسه الناس قادرة انها تدفع المورججز بتاعتها وتقوم بالايه باليعني بالواجبات بتاعتها فمن الارقام دي اللي انا ورتها لكم الايه الاسعار لسه ما قلتش ولكن تعالوا اقول لكم بقى بمدينة يعني اماكن معينة مشهورة سيتيز مشهورة شوفوا الاسعار بتاعت البيوت قلت ازاي احنا قلنا ان المتوسط في امريكا كلها الاسعار نزلت سبعة في المية تعال عشان انا عارفة فيه الناس هتوقع تقولي لا اصلا المكان اللي جنبي البيوت نزلت مش عارفة كذا فانا ايه انا هقول لكم بقى تعالوا مع بعض كده نبص على الشاشة ونشوف انا جايب لكم الكلام ده من فورتشن وبيقولك ان دي المدن الكبيرة اللي الاسعار نزلت فيها فسانه زي هي اكتر اكتر مدينة تعرضت لكده كاليفورنيا نزل 10.7% 3 من 10.5% اصعار البيوت نزلت سان فرانسيسكو نزلت 8.5% سياتل نزلت 8.2% دنفر 5.8% سان دياجو 5.2% فورتلاند 5.1% لاز بيجاس 4.8% فينيكس في اريزونا 4.4% كولورادو اسبرينجز في كولورادو 4.2% ساكرامينتوف كاليفورنيا 3.7% لوس انجريس كاليفورنيا 3.4% تاكسن اريزونا 3.3% واشنطن دي سي 3% ريفرسايد كاليفورنيا 2.9% بوستن فمسشوسة 2.9% فدي الارقام التابع عندكم اللي دي متوسطات يا جماعة. ففي في اماكن حتى اعلى شوية في اماكن اقل شوية ولكن دي المتوسطات. بس خدتوا خدتوا بالكم كاليفورنيا كم مدينة في كاليفورنيا سان هوزي سان سانسيسكو سان دياجو آآ ساكرامينتو لوس انجلس ريفرسايد. يعني آآ بهدلت آآ كاليفورنيا بالنسبة الاسعار البيت. طيب لو انا عايز اشتري بيت. لو واحد عايز اشتري بيت. يروح فين? انا هقول لك على الولايات اللي اسعارها قليلة عشان لو انت نفسك تشتري بيت. فهنا دي بقى آآ جايبا لكم في العشر ايه? العشر ولاية دي. المفروض ان ده نزل امتى? تمنتاشر سبتمبر اتنين وعشرين. فهو ايه آآ يعني نص سبتمبر تقريبا. يعني حديث. دي بقى الولايات. اعلى ولاية في العشرة دول هي لويزيانا. سعر البيت تقريبا ميتين واربعتاشر الف دولار. اوهايو ده المتوسطات برضو. اوهايو برضو ميتين الف دولار. كانزس ميتين الف دولار. الاباما ميتين الف. كينتاكي آآ اقل من ميتين الف. مية سبعة وتسعين الف. ايوة مية تنين وتسعين الف. اوكلاهوما مية واحد وتمانين الف. اركانزس مية ثبعة وتسبعين الف. ميسيسيبي مية اربعة وستين الف. ويس برجينيا مية تلاتة مية ثبعة وتلاتين الف. دي متوسطات. حقيقة الارقام دي يا جماعة هنا في كاليفورنيا ما تشتريش كوندو. ما تشتريش استوديو حتى. استوديو. يعني الارقام دي ميتين الف ده ما يشتريش ستوديو هنا في كاليفورن طبعا في اماكن واماكن. فااا يعني لا هنا حاجات تانية خاصة. فانت لو عايفت ايه تشتري بيت بقى وتروح في ولاية كده الدنيا فيها حلوة عندك ايه عشر ولايات تفكر فيها وتروح فيها. فده كان الرد على الاسئلة يعني المفروض ان ما فيش ماركت كراش قوي جاي لسه لسه لكن في تنبؤات بتحصل ان هيحصل كده وفي تنبؤات بتقول ايه الارقام ما بتقولش كده لغاية دلوقتي. ده التقرير بتاع شهر سبتمبر لما ينزل تقرير اكتوبر برضو ممكن ابقلكوا عليه عشان تاخد قرار بناء على ايه على اللي انت شايفه. لو كان الفيديو فاتح باي معلومة هتعمل ايه? تعمل وتشاير الفيديو وتروح عامل ايه بقى? تقول لصحابك يا جماعة تعالوا فيه قناة مفيدة. اه اشتركوا في القناة. كده ولا لأ? كان معاك وانا يا سلطان وزي حكايات من الولايات.